مرحبا بكم عزائي طلبة السادس الأعدادي في شرح لقطعة Recycling Waste في Unit 8 تدوير المخلفات نبدأ بقراءة القطع Dealing with waste is a major problem in most countries التعامل مع المخلفات والنفايات هي مشكلة رئيسية في معظم البلدان Statistics الإحصائيات show that each person in industrial countries تبين أن كل شخص في البلدان الصناعية throws away an average يرمي بمعدل two of two kilograms of waste each day حوالي كيلوغرامين من المخلفات كل يوم that's fourteen kilograms a week يعني 14 كيلوغرام في الأسبوع إذا يومية كيدوين يعني في الأسبوع نحسبها صغير 14 كيلوغرام من المخلفات or more than 700 كيلوغرام أيير أو إذا حسبنا حساب السنوي صغير 700 كيلوغرام بالسنة this waste is often burned or buried under the earth عادة هذه المخلفات ترمى تحرق أو تدفن تطمر تحت الأرض these methods both cause pollution هذه الأساليب كلها يعني الأحراق والطمر تسبب التلوث streams and rivers الجداول والأنهار and even the sea وأيضا البحر can be polluted by bird waste ممكن أن يلوث بالنفايات المدفونة one solution is to encourage people الحل هو بتجيه الناس to recycle their waste لتدوير مخلفاتهم أو عادة تدويرها يعني معالجتها يعني عادة تستخدامها مرة أخرى هذا معنى التدوير a simple method is to give each home كوسيلة أو اسلوب بسيط هو أن نعطي كل بيت each home a different colored plastic bags حقائب من ألوان مختلفة in which to place their waste حتى يضعوا فيها مخلفاتهم in some cities في بعض المدن they use green bags يستخدموا في بعض المدن حقائب أو كياس خضراء for paper للأوراق envelopes newspapers writing paper أوراق الكتابة والجرائد and so on وهكذا يعني كل ما يتعلق بالوراق yellow الآن اللون الآخر عندنا هنا الأخضر الأصفر yellow for plastic المواد البلاستيكية مثل plastic bottles القناني القناني البلاستيكية و plastic bags الحقائب البلاستيكية etc إلى آخرية يعني الأخضر للأوراق والأصفر للبلاستيك المواد البلاستيكية blue وأدن الآن حقائب أو الكيس الأزرق for glass and brown for biological waste للمخلفات البيولوجية food and garden waste يعني المخلفات الطعام وبقايا الحذاق today more and more people are recycling their waste وأن في أيامنا هذه ازداد قيام الناس بتدوير مخلفاتهم in some countries في بعض البلدان more than 50% أكثر من 50% of waste is recycled في بعض البلدان أكثر من 500% من المخلفات يعاد تدويرها glass paper and plastic can all be used again إذن الزجاج والوراق والمواد البلاستيكية يمكن أن تستخدم مرة أخرى both saving money لغرضين أولا وهذا مهم للعبارة حفظ المال أو ادخار المال saving money أنه عندما نعيد تدوير هذه النفايات راح توفرنا المال and helping to break the environment وتساعد في حماية البيئة